عايزة بقى اخد رأيك بظهور الفترة اللي فاتت جيل جديد من النجمات كلهم خدوا بطولات مطلقة وشوفنا السنة اللي فاتت ما شاء الله العنصر النسائي كان قوي شايف ده ازاي؟ اه تمام يا اهلا بالمعارك يا اهلا بيهم يعني اه تمام بصي انا انتعرف كنا زمان نقول العكس كنا نقولي ستات مظلومين دلوقتي بدأ دايس تقولك على فكرة الرجالة بقوا بيوضوا بطولات بتطلوع الروح بصي بصي هقولك الحاجة هو نمرة واحد البطولات الرجالية هي ما احترامي يعني نمرة واحد ولكن يعني يا اهلا وسهلا اللي تستحق ما اكيد اللي بتعمل بطولة مطلقة اكيد تستحق باي شكل من كان يعني اكيد تستحق فحصل لها ده فتمام يعني كويس كويس ان احنا يبقى عندنا بطولات رجالية وبطولات نسائية والاتنين منورين والاتنين شالين وبعدين بطولات نسائية من زمان يعني من ايام نجمة الجماهير ونجمة مصر الاولى اللي كانوا مسيطرين على السينما وعلى الشباك الارادات ما هم كانوا وفي نفس الوقت كان فيه الاستاذ عاد الامام نجم النجوم وكان فيه احمد زاكي وكان فيه يعني اقصد اقول ان ان ده موجود من زمان ان فيه كده وفيه كده بس دايما الغلبة بتبقى للبطولات الرجالية ما عرفش ليه يعني انا مش عارف ايه السبب ولكن دايما الاكترية بتبقى للبطولات الرجالية اشتركوا في القناة